علي في السينما أقوم أقض على طول مشاهلة أو أقض على الرواب أبطالها لأ ابتديت واحدة واحدة تدريجيا تدريجيا حتى إني وصلت إلا أنا أتمشى مع إخوان الممثلين الكدار في عالم الفن الفقاه طب فين أقضي واجهة إن أسعاد التذاكر غالي قوي أقول لك وما دمتحش العدد كبير من جنور إن يفق المصر أقول لك أنا دلوقتي أنا الممثلين اللي عندي أو أنا مفيش حاجة اسمها عندي الممثلين اللي معايا لأن أنا ما عنديش عن كلهم إخواني بالذات ما في هذه المجموعة مضطر إن أنا أفعلها أجر غالي جدا لأن السينما طغية جدا على المصرح في الوقت نفسه إذا قال ليه في التذكرة عن كده أنا بخسر وأظل لهم ما يهنهمش يهنهم جدا لأن أنا مختارش عشان أستمر في متابعة إن أنا أشتغل وبأفاتح مسرح وفيه الممثلين المحبوبين اللي بحبهم إخواني اللي عادين طب الحل إيه؟ أختار حل معايا يعني اللي أعاني الإعانة إعانة مثلا فرقة حطمية مثلا إذا المطرح الفرقة المصرية بتاخد 28 ألف جنيه في السنة وأنا اتبا أخد 500 جنيه إعانة في السنة أقوم لازم اضطر غالي التذاكر عشان أبقى مهاشي مع مستوى الفرقة المصرية الحديثة وفرقة كده وفرقة كده وفرقة كده وفرقة كده عشان أقدر أعيشوا إخواني اللي بيشتغلوا معايا يقدروا يقدروا وقدروا وأنا أقدر أعبطهم من غير أنا مخسر وفي الوقت نفسه وفي الحقيقة أنا مش كسبها من هذه الشغلة إنما سعيد جدا بإني عامل حاجة في البلد لقصة وهي المصرح الكلدي طيب قولي نعم هلتعتبر دي يعني دعاية لمصرحك؟ لا أنا بس أقولك إنك يعني لو شلتها مثلا من الشريط أتبقى راجل مجافي ولازم تبرقني قدام الجمهور بتاعك على إن أنا راجل مش مدي أو التذكرة غالية علشان هما ما يعرفوش المسألة فأنا وضحتها لهم علشان يكون هما مستريحين وهما بيطاعوا في روح طيب ما في حاجة دلوقتي إنت بقالك كم سنة ما بتقولش من المجاج بقالك دلوقتي سبع سنين طيب يا طب إنت مجاجش من المجاج دلوقتي ليه يا أستاذ سمعي هل لأنك إنت كدرت فنيا على المنوج؟ لا لأن المنوج هو السبب الأساسي في تدخيل هذا الفهم يعني مثلا أنا كنت عايش منه لدرجة إن أنا وصل أخذ أربعين جنيه في الليلة على إبقاء المنوجة يعني تقولي دلوقتي تقولي تشغل مفرح ولا كمماثل أو كمماثل أو كمماثل تقولك كمماثل على الأقل دي بكسب منها النمى المسرحة دي أنت شايف النمى الحمد لله مغطية أه أه يعني أه أسمعي القد كبرت في السن يعني سنن أه يعني لني أتياش القوة الناتعة عشان أقولك مثلا الأول أنا بقى في صائعة على المسرح أقول ما بين مننوج و ما بيننوجة لدرجة يعني أكون سعيد جدا إن الشعب يروح مبسوط وأنا زي بعضه في 60 دقيقة بس المهم يخرج وهو مروح ومستريح وفيه انبساط 24 أورا طب أول مونولوج انت انتوا في حياتك كان ايه مونولوج اسمه يا اخواتي مراف سبور وانا عايز زي الثور ده مونولوج للأستاذ ابو بسينة محمد عبد المنعم وده من الناس اللي في الحقيقة سبب انهم مضهوني من المغنى الى المونولوج لان انا لما اتطاديت اغلي يعني لو عشت الغاز دلوقتي بغلي كنت في زمانه باشحت طب قولي اظن بعتبره اول مونولوج يعني اول خطوة في حياتك الفنية مش هتنساء ابدا طب المناسبة دي ممكن تقولهلنا او تقولهلنا الكبلين اولا منهم على قل لا يعني اقدر اقولك الماذهب منه يعني طبعا طبعا اخواني يعرفوا انه علشان لسه مونولوج بدائي طبعا لسه يعني الالحان كانت زمان ما هياش بقوة ومثالة الالحان دلوقتي يعني المهم انك عاوز يقوله خلاص حاضر يا اخواتي امراتي صدورت وانا عايز زي الطورت اخواتي امراتي صدورت انا عايز زي الطورت تحدث من رابعة دوري اخواتي امراتي صدورت طيب فين سؤال انت نجحت ليه كمونلوجست يعني ايه مميزاتك اللي فلاتك تنجح كمونلوجست اولا واحد يقول خفة الدم لا انا ما اعتبرش خفة الدم دي يعني زي ما تقول ربنا ونبهى الانسان الا ما المهم استغلال هذه الخفية يعني او اذا مثلا اسماعيل ياسيل نجح وصل الى القمة المهم مش اسماعيل ياسيل نجح الى القمة المهم من اسماعيل ياسيل يقبط في القمة ولا ينزلش بتاع ده حاجة جميلة جدا بالتاع اللي اعمل يعني اعصد اقولك ان يعني لازم الانسان يحتفظ بمشتواه بقدر ما يمكنه في الحياة علشان يعيش مدة اكتر ده صح جدا وسلم جدا ان الاحتفاظ بالقمة اصعب من الوصول اليها يعني ففيش شك ايه اللي خلاك تنجح بالزال ايه الحاجات الجديدة اللي انت عملتها في المنولوج المصري اقولك كثير المنولوج زمان كان عبارة عن قصة انما انا غيرت ونقلت المنولوج من قصة الى ثلاث قصة اللي هو المذهب وبعدين كبليه شكل وكبليه شكل وكبليه شكل وكل كبليه يدفل باسلة افتتاح المذهب حتى ان الجمهور لما مثلا ما يسمعش كبليه فاتوا مثلا بتكلم مع واحد صاحبه يقولهم اذا انتفت يسمع الكبليه التاني وطبعا دي انا مبدهاش فرصة للجمهور انه يتكلم صاحبه لا دين الميزات الاول مطلع على المصرح والواحدي صنع فيه ازاي اجيب الجمهور معايا وايه بقى معايا وبعد كده ابقى انا متسيطر على النوطف وفهم القصة واقوله ايه النكتة وايه البتاع وبعد كده بديه وبخش دي اول تطور تطورت في المنولوج وبعد كده حطيت النكتة بين المنولوج والمنولوج علشان مثلا النوع الابتماعي اللي انا بقوله نوع صعب يعني من الصعوبة اولتو لان انا بقول نوع معين من الابتماعي مثلا راجل مثلا كنتم اشتغل تفاله ولاء واحد تكران فينا وقوله انت جاي تكران ولازم تبطل الحكادي ومرة خلقت معايا بديعها قالبت انت حطيار للزبائل اسمعين انتبال حضرته انما عاوز انا ادينه هذا الكاس انما ادهوله ازاي اقوله هالو هي طريقة لطيفة وبعد كده اقول لطة وثلاثة واربعة وثلاثة واربعة وثلاثة واروح واروح عازق من لطيفة اللي برضو في لطائق اطيه مثلا فكرة وهكذا 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 الىك 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 احدث نقطة ايه احدث نقطة بتاعت لما حصل الضربة على مصر والحاجات دي وراح ايدا عنده واحد دكتور قاله اه 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 دكتور دكتور قاله ايه قاله دكتور انا معدته تكلية قامت جدا حالف اكشف عليه قاله ستريد انت عندك انسداد في القناة الهضمية قاله ايه قاله انسداد في القناة الهضمية قالوا طب خليك بقى شاهد على امر جمال عبد الناصر هو اللي فده طب يا سونت نايل انت مع عمرك ما دخلتش مباراة في ابو اخنكتة اه لا ما دخلتش مباراة انما اعرف ابو اخنكتة بتاع واحد عرباجي حنطور كل يوم ومطلح صار اما اتغاض اوي رح مدكب للعرباء الحنطور متوسيك شوفت بقى بخز طب استاذ معي لأفكر احنا اتعابناك اوي معنا مهارا جلتا يا سونت طب فدولك حاجة واحدة الحقيقة بقى وهي كلكوا طبعا تماتوا الاستاذ معي لأتين بيقول مونولوجات واسماتوا بيمثل على المسرح وفي السينما وستاذ معين رح مصر في اول عهده والذي شغل في التاني عشان يشتغل مطرب اي رأيكم لو شغلناه دلوقتي مطرب ويغنلنا مكتوع بالفعل يعني انا كامطرب يعني انا مش عاوز اخساركم لا امش ومش.. فأي بس اللي انا هقولها لكم هقول لكم حاجة عن ذكرياتي كنت الاول وانا من لوجست ناشئ كلمتني مطربة مفيش داعي لذكر اسمها قالت لي اسماعين انا عوزت في حفلة في بلبيس في 19 يوليا 19 يوليا يعني حر طبعا ولسه بتتبت غني ويبتدى ربنا ينزل النطر وبعد النطر وبعد الرعد سيل وبعد السيل موتنا انها وبعدين احنا ماشيين في طريق اسفلت لغاية ما وصلنا لغاية في المحطة ماشيين طبعا وبين المحطة ضمن اخر الرصيف وبين المحطة زي من هنا والحطة اللي هناك دي يعني زي مثلا 50-60 متر دي تراب النطرة عملتها فينا فحت بالستة مسكينة الستة راحت نازلة فلقفت حدا بضيحة بقى اول ما قامت قالت الفستان وهتحجد دهك الشهن انا بقلي انا بقلي انا حبيت يعني اصبر بخاطرها عشان كمان تاخدني الشغان لأفتر وخدت انا الفستان ودخدت التواليت واعد تغسل فيه والقطر ماشي فتنا بنا قلت احسن طريقا ان انا طلع الفستان ورافرف كده من الشباك فالقطر بقى بكل فخر وانا مسك الفستان من دين من كمانه كده من الشباك ودين والنبي اواخد للايد الفستان ودخم يخبطوا علي وانا يقولون الفستان قلاص اقولهم خلاص اتنا داخل القطر على محطة اللمون بتاعت المطارية دي ومن النبي روح تنازل من الشباك ناطب اتحورت طبعا لو روحت المستشفى عارفين خرجت ازاي من المحطة لقت استاذ ادته خمسة وعشرين قرش وخدت الجتة بتاعته ربت بتاعته اه استاذ معين اه سؤال الاخير كالمعتاد انت معت مزيكة وتحول تعرفه مزيكة 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 اه مزيكة 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 مزيكة